مشاهدين الكرام إنما كنتم مسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى موعد أحوال طقس على قناة البلاد عن حالة الطقس المتوقعة لنهار اليوم بحول الله تقريبا اضطلاف جوي سيلتحق بداية من الظاهرة بالمدن الشمالية الغربية للوطن الساحلية منها ويلتحق بالوسطى كذلك الشرقية بداية من أمسية اليوم بحول الله وسيكون مرفق بأمطار تكون أحيانا تحت وقع رعوت خاصة على المدن الداخلية القرب من السواحل الوسطى بينما كمية الأمطار نوعا ما ستكون معتبرة بسواحل الغربية هذا مع أمسية اليوم إن شاء الله هما خلال الصباحة ستكون على شكل فطلات أو على شكل قطلات متفرقة إن شاء الله بالنسبة لباقي الولايات سواء المرتفعات الداخلية الغربية وصولا كذلك بشمال السحرة كذلك الجهة الجنوبية الغربية فالأجواء فيها استبقى نوعا ما مغشات جزئيا ولكن بدون فعالية ستتلاشى إن شاء الله بداية من الظاهرة تصبح الأجواء كذلك مغشات يعني فترات ستتناول فترات صفاء وأجواء مغشات جزئيا على الجهة الشمالية للوطن إلى أن تكون صافية ومشمسة على العموم تقريبا على الجهة الجنوبية بالنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله المسجلة لنهار اليوم نوعا ما ستعرف تراجع مقارنة بالأيام الماضية أي ناس لا تفوق عن العشرين درجة بسواحل الشرقية والغربية وستصل إلى 19 درجة بسواحل الوسطى للوطن بينما كذلك المرتفعات الداخلية للوطن خاصة الشرقية ستعرف تراجع في درجات الحرارة إن لا تفوق عن 17 درجة 16 فقد سنسجلها على البيت كذلك نعم كذلك فيما يخص يعني المدن الداخلية للوطن مقامت بالأيام الفارطة إن سجلنا درجات حرارة يعني وصلت إلى 31 درجة بينما لنهار اليوم إن شاء الله درجات الحرارة فيه لا تفوق عن 22 درجة بالنسبة لشمال الصحراء وصولا بوسط الصحراء كذلك الجهة الجنوبية الشرقية والغربية درجات الحرارة فيه ستتراوح ما بين 31 إلى 36 درجة وأعلى مقياس دائما سيكون بعنقزام تقدر ب44 درجة فيما يخص نسبة الرطوبة ستتراوح ما بين 50 إلى 65% على المدن الساحلية أما يعني حالة الطقس المتوقعة لأمسية اليوم إن شاء الله لأمسية اليوم بحول الله يعني الافتراب الجوي دائما سيتواصل كما قلنا على المدن الساحلية الوسطى كذلك المرتفعة الداخلية الوسطى وتمتد نحو الشرقية وستكون مرفوقة بأمطار تكون معتبرة نوعا ما خاصة على المدن الشرقية وكذلك المدن الداخلية القرب من السواحل الوسطى أين كمية الأمطار من المحتمل أن تصل إلى 30 مليماتر محليا ولكن على الجهة الشمالية الغربية للوطن في الأجواء فيها نوعا ما ستتحسن تدريجيا أين سنسجل أجواء مغشات كليا ولكن بدون فعالية يعني الغيوم ستلتحق أيضا نحو الجهة الجنوبية الغربية ودائما ستكون بدون فعالية عكس تقريبا باقي الولايات الجنوبية أين الأجواء فيها استبقى صافية على العموم بالنسبة لدرجات الحرارة نعم المسجلة لأمسية اليوم إن شاء الله دائما ستبقى درجات حرارة منخفضة خاصة على المرتفعات الداخلية إن لا تفوق عن 7 درجات بينما المدن الساحلية ستصل إلى 12 درجة المدن الداخلية القرمناء السواحل خاصة الغربية والوسطى ستطلع وحفي درجات الحرارة ما بين 11 إلى 14 درجة بالنسبة لبشر لا تفوق عن 13 درجة كذلك تندو في 20 على الجهة الجنوبية الشرقية للوطن بينما لا تفوق على أضرار كذلك عن صالح 16 درجة وأعلى نقياس دائما سيكون بعين كذلك تقدر ب26 درجة ولكن نسبة الرطوبة المسجلة على المدن الساحلية للوطن لأمسية اليوم إن شاء الله ستعرف طراجها ولا تفوق عن 75 بالمئة بالنسبة لحالة البحر البحر دائما سيبقى قليل الارتراب على السواحل الوسطى للوطن أي ناس تتلاوح فيه درجات أو فيما يخص سرعة الياح ما بين 25 إلى 30 كيلومتر في أساعة 60 تحت تيارات غربية تماما بينما البحر على السواحل الغربية والشرقية سيبقى من قليل الارتراب إلى هادئ وسيكون هادئ بداية من الظاهرة إن شاء الله سواء التريح لأتفوق 25 كيلومتر في أساعة وستكون تحت تيارات غربية تماما إلى شمالية غربية بالملاحة والصيد البحري وصلنا إلى نهاية النشر الجوية لنهار اليوم عن وقت غروب الشمس بجزائر العاصمة وضواحها إن شاء الله سيكون على الساعة 27 و28 دقيقة أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة في أمان الله